الان هل الجلباب عادة ولا عبادة هذا الوينجرية هذا يقول عادة طيب ممتاز ممتاز شوف يا حبايب ازاكم الله خير الجلباب الجلباب وما هو الجلباب الحقائق ثلاثة حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية هذه الحقائق الثلاثة كما ذكر اهل الاصول الجلباب ذكر في الكتاب والسنة وعند العرب فثبت حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية طيب نأتي في ادلة القرآن يا ايها النبي قل لأزواجك محدش يخوناتك لو سمعت قل لأزواجك لو سكتت الآية على كده نقول الامر هذا خاص بمين بأزواج النبي اكتملت الآية وبناتك لو سكتت على كده كنا نقول هذا خاص بليش بعيلة النبي عليه الصلاة والسلام ونساء المؤمنين اذا دل هذا على ايش ان الامر هذا المين للكل وهو عطف فيه العام على الخاص العام فين هنا اين العام والخاص هنا النساء دل ليش عام والخاص مين ازواجك وبناتك فلماذا عطف العام على الخاص لعظيم شأن المسألة القادمة ولماذا بودئ بأزواج بنات النبي ليكون قدوة عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء الممن يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله وفورا رحيما الأحزاب والغريب يا أخواني ما ذكرت آيات الحجاب إلا في سور يذكر فيها المنافقون لأنه ما يعارض الحجاب أو يحارب الحجاب إلا أهليش النفاق والعاذ بالله مع بقية الآخرين تأمل آيات الحجاب جات في سورة النور وليضربنا بخمورهن على جوبهن وجات في سورة الأحزاب وفي كليهما ذكر من المنافقون هناك أبي بن سلول في حديثة الإفك وهنا لإلا منتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا المرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا إذن ذكر الجلباب هنا في القرآن ألا ما ذكر في القرآن طيب حديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء وذوات الخضور والحيض أن يخرجن لصلاة العيد قالت المعطية يا رسول الله وأمرهن بلايش بالجلباب إن إحدانة ليس عندها جلباب قال فلتعطيها أختها من جلبابها إذن ثبت بالسنة ولا ما ثبت تعالوا عند العرب قال الشاعر تمشي النسور إليه وهي لاهية مشي العذار عليهن الجلابيب وجه الدلالة مشي العذار عليهن الجلابيب وقال الشاعر الآخر واكتس الشاعر منه قناعا أشهب أكره جلباب لمن تجلباب يقول لك لما تكبر كده الشاعر ده بيكتسي شهاب قناعا أشهب إيش هو يقصد بقناعا أشهب الشيب أكره جلباب لمن تجلباب وجه الدلالة في البيتين أن الجلباب يوضع فين الله يرضى عليكم يوضع فين يوضع على الرأس هذا هو تعال عند الجوهري وعند الفيروز أبادي وعند ابن فارس معجم يقيس اللغة وعند أهل اللغة قالوا والجلباب هو ما يلبس فوق الملابس التي تكون تحته وهي الملاءة التي تكون من الرأس إلى أخمص القدمين إذن عبائلة على الكتفة هذه ما هيش ما هيش جلباب والمرأة اللبستها دخلت في التشبه لأن لباس المرأة لابد له من ثلاث صفات أيها الكرام الفضلاء أن يكون كاسيا مغطيا للمرأة عورة وأن لا يكون واصفا وأن لا يكون أيش أن يكون كاسيا وأن لا يكون واصفا وأن لا يكون ملفتا هذه ثلاث صفات في لباس المرأة إن لم يكن كاسيا هذا اسمه سفور والعزب الله وتعري وإن كان واصفا يعني تكون المرأة لابسة لبس يكسوها لكن إيش ضيق هنا ومتخصر وفراش وطراش وإلى آخره يكون هذا اسمه تبرج وإن كان واصفا أيضا يسمى إيش تبرج فالمرأة مطلوبة بثلاثة أنواع من الستر أن يكون كاسيا وأن لا يكون واصفا وأن لا يكون للنظر ملفتا في معرض في إنجلترا هذا المعرض يتكلم عن الزي الذي كان يولز في بريطانيا في القرون الماضية الزي في بريطانيا في القرن الستاشر والسبعتاشر والطمانتاشر والتسعتاشر وأوليات القرن العشرين كان ساترا سابغا طويلا صور موجودة في هذا المعرض في إنجلترا موجودة في لندن كان طويل مثل حجاب المرأة لإيش المسلمة طيب إيش واسع وفضفاض ويجر في الأرض ويغطي وجههم كمان لا كان الوجه ما عندهم شو منه صارع في امتنية لكن كانت المرض غطي شعرها سواء كانت من الباسترز ومن القسس والرهبان ولا كانت امرأة عادية وحتى الآن الدوقة مش عارف مين ومين وليز بس كده برضو عندهم نفس بيقوا على نفس الكلام بدون يلبسوا اللباس إيش الطويل طب ما الذي حدث حصل أو ما يسمى بالثورة الجنسية عياذا بالله في الستينات فبدأ التعري بدأ التعري وظهر يسمى البكيني عارفين إيش معنى بكين أنتم إيش معنى بكيني يا مشايخ واذا مينك أوف بكيني طيب أنا أقول لكم بكيني هذه منطقة المنطقة دي كانت تجرى فيها تجارب الأسلحة النووية يعني تعمل انفجار ضخم فاللي عمله والعياذ بالله الكولوذيس هذه المتعرية عارف أنها ستعمل انفجار فين فين في المجتمع فعشي كده سمها إيش بكيني نسبة للمنطقة اللي بيصو فيها انفجارات ليش التجارب النوو النووية وظل هذا اللباس يقاوم خمسة عشرة سنة لحد ما عمله أغنية اسمها بكيني وكيني جايبين عال صيع عفونا الله وياكم جلسين يغنوا وجايبين بنت كده حطينها جوة علبة كده جوة بيت والبنت طالعة من وراء الستارة ها وعندها نوع من الحياء عمرها خمس سنوات وعندها حياء كبير ويغنوا يغنوا 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 وطبعا في المسرح لين في الآخر أدوها كده حماس وعملوا لها وتعضيد لحد ما قطعت الستارة وطلعت وهي الناس كل يشوفوها لبسها قطعتين والعياذ بالله البكيني اللي متخون من هذا القطعتين الله عفونا وياكم أندرويلو البرا نسأل الله السلام والعافية والناس كلها تصفق ومن ساعتها ظهر هذا التعري عرفتوا التاريخ ما شايف هذه القصة وما هذه القصة وما فيها قصة البكيني مثل هذه الأشياء فالجلباب ثابت ليس عادة إنما ثابت بالكتاب والسنة وباللغة وما عرفه العرب وهو عبارة عن ذلك الذي يكون من عبايا من الرأس وتكون إلى أسفل وهذا تكون فوق الجلبية اللي بتلبسها أو فوق العبايا اللي على الكتف التي تلبسها المرأة واللون الأسود هذا من السنة تقول عائشة كنا نساك الغراب الأسود لا يرى منهن شيء لأن في واحد طالع في القنوات قال لا يمكن بل نقول هذا رجل كالثلج الأبيض معناه لمكن نقول لا عائشة وضحت قالت لا يرى منهن شيء معناه أنه غطين حتى الوجه بل قالت في آية النور وليضربن بخمورهن على جيوبهن قالت رحم الله نساء الأنصار لما نزلت الآية شوف من شدة الاستجابة الكويك ريسبونس قالت قطعنا مروطهن فغطينا وجوهن فنمتبن إلا عينا إيش إلا عينا واحدة ويقول الشيخ بن عثيمين لو جئنا وتنزلنا مع الذين يرون بعدم غطاء الوجه فنقول ربنا يقول وليضربنا بأرجلهن يقول أيهما أكثر فتنة الرجل ولا الوش فإذا أمر بتستر في الرجلين من بأول أن تمر بتستر فيه أن تمر بتستر فيه في الوجه أنا حبابته نقول على مثل هذه المناسبة جهت فلما تخرج ما تخرج وهي تفلة قال عليه الصلاة والسلام لا تمنع إماء الله مساجد الله ويخرجنا وهن تافلات أنا أرى الآن ولعل صوت يصل أن في بعض المساجدات فيها صلاة الجنازة يأتي الرجل بزوجتي لصلاة الجنازة ما في مانع يقول الشيخ بن باز ولا مانع أن تصلي المرأة على الجنازة إنما يمنع من اتباعها وزيارة المقابر لكن هنا عندي وقفة فتوى الشيخ بن باز نعم صحيحة وصائبة لكن الشيخ ماذا قال قال وتخرج بسترها وحجابها أغلب ما نرى الآن نرى أن نساء يخرجنا متبرجات ويخرجنا بعضهن سافرات ليصلين على إيش على الجنازة نقول هذا فرض كفاية على الرجال فضلا عن إيش على النساء فلنبغي أن تخرج من أجل السنة فلا تضيع إيش لا تضيع الواجب ولا تضيع الفرض وينبغي لكل ولي أمر أن يحرص لزوجه على على